السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغلى ساعتين يحددوا مصركم في الدنيا والآخرة تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم نعم ورب الكعبة أغلى ساعتين في كل يوم بل أغلى ساعتين في العمر كله هيتحدد عليهم مصركم وسعادتكم في الدنيا والآخرة على الساعتين دول بفضل الله إيه هم الساعتين؟ الساعة التي قبل الفجر والساعة التي بعد الفجر تعالوا نبدأ بالساعة اللي قبل الفجر دي الساعة حبيبي التي ينزل فيها ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ويكرر تلك الأسئلة إلى أن يطلع الصبح ما شاء الله في هذه الساعة يتحدد مصير حياتكم كلها بالدعاء المستجاب بل ويتحدد كمان ويتغير مصيركم في الآخرة بدخول الجنة اللي ربنا وصف أهلها بقوله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ما كانوش بيناموا كتير لأن عندهم وقت لقيام الليل بفضل الله وبعدين عند الأسحار كذا قبل الفجر كانوا يستغفرون مع أنهم كانوا في عبادة كانوا يستغفرون على أي تقصير في تلك العبادة وهذا من كمال تقديم هذه العبادة بصورة عظيمة بين يدي الله سبحانه وتعالى فكل اللي هتعملوه جهزوا أمنياتكم وكل اللي انتو محتاجين وكل اللي انتو عايزينه في الدنيا والآخرة وقوموا صلوا ركعتين بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل ويا حبزة لو كانوا الركعتين دلت بمئة آية مش كتير يا شيخ محمود أبدا ورب الكعبة وأنا هوصف لحضراتكم وصفة بسيطة ليس على سبيل التحديد ولكن على سبيل التيسير ورد في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين يعني يكتب لكم عبادة ليلة كاملة ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين يعني من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات بفضل الله طب المئة آية نجيبهم إزاي؟ بكل بساطة صورة الواقعة نقسمها على ركعتين مع الفاتحة بقوا مئة آية ويعدوا المئة آية كمان طيب نجيب الألف آية لو حبنا بقى نجيبها إزاي؟ جزء عامة مع جزء تبارك مع الفاتحة يعدوا ألف آية بفضل الله نقدر نقسمهم على تمن ركعات بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا ليس على سبيل التحديد ولكن على سبيل التسير بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى نصلي قيامي للبمئة آية مش هيستغرق وربع الساعة بفضل الله الله أكبر قرأنا الفاتحة بعدها قرأنا نص سورة الواقعة وركعنا وسجدنا وخلصنا طلعنا الركعة التانية الفاتحة والنص التاني من سورة الواقعة أو ناخد أول أربع صفحات من جزء عامة آيات قصيرة وكثيرة في الأربع صفحات دولت عدينا المئة آية بفضل الله سبحانه وتعالى فيتكتب لكم قيام ليلة كاملة لو صلتهم بمئة آية بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الساعة لي قبل الفجر والله العظيم الساعة دي تستحق أن حضراتكم تغيروا نظام حياتكم كلها علشان تقدروا كل ليلة تقفوا بين يدي الله واجهزوا كل أمنياتكم وتسألوا الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة ولذلك سبحان الله سبحان من جعل المؤذن يقول كل يوم ويذكركم كل ليلة ويوقذكم من غفلتكم من أجل أن تصلوا ويقول الصلاة خير من النوم نعم ورب الكعبة يعني المولى عز وجل جعل فيه صلاة في آذان الفجر تمام أن المؤذن يقول الصلاة خير من النوم عشان يذكركم أن الصلاة أفضل من أنتوا كنتوا تناموا طول الليل نعموا برحتكم لكن أموا في التلت الأخير ولو نص ساعة أو ساعة وأموا وقفوا بين يدي الله وجهزوا أمنياتكم وطلبتكم وكل ما تتمنوا تحقيقه في الدنيا والآخرة واسألوا الملك سبحانه وتعالى الذي يقول من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ويكرر الأسئلة لمدة تلت ساعات الليلة التلت الأخير من الليل بفضل الله حتى يطلع الصبح مسكين ومحروم اللي ما يأمش في الوقت ده ويقف بين يدي الله لينال من رحمات الله سبحانه وتعالى ومن نفحات الخالق سبحانه وتعالى والمولى عز وجل يغضق عليكم من مغفرته ورحمته وجوده وكرمه في ذلك الوقت العظيم فمحروم اللي ما يأمش في الوقت ده بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك شوف المؤزم ليه الصلاة خير من النوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم المقصود رجل مسلم أو امرأة مسلمة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه الله أكبر ما شاء الله إيه الخير ده كله النبي بيقول على الساعة ديت الساعة ديت لا يوافقها أي إنسان مسلم أو مسلمة ويسأل ربنا بقى من خير الدنيا والآخرة إلا والمولى عز وجل يعطيكم إياه كل أمنياتكم في الدنيا والآخرة تتحقق في الساعة ديت ساعة الخير والبركة بفضل الله سبحانه وتعالى دي الساعة اللي قبل الفجر طب والساعة اللي بعد الفجر يا شيخ محمود الساعة اللي بعد الفجر بقى ساعة ذكر لله ساعة كلها ذكر وقراءة قرآن لو قعدنا الساعة اللي بعد الفجر دي إلى ما بعد الشروق بربع ساعة وصلنا الضحى يتكتب لحضراتكم أجر حجة وعمرة تامة تامة بفضل لا بل ويتبينلكم كمان بيت في الجنة وهقول لكم إزاي يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذية بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة أيوة دا للرجال يا شيخ محمود أيوة وإن سأت صلي في البيت تمام ولها نفس أجر الرجل بس تصلي الصلاة في وقتها تمام كده من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاة يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس قدوا بالكم بقى ثم صلى ركعتين يوم ركعتين الضحى كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 ألف مبروك صلينا الفجر أحد نقلنا أذكار الصباح في ربع ساعة ومسكنا المصحف قرأنا جزء أو جزئين لحد بعد الشروق بربع ساعة نقوم نصلى ركعتين الضحى ياريت كمان بقى إيه نزودهم كمان ركعتين نخليهم أربعة ليه بقى عشان بيت الجنة احنا قلنا لو صلى ركعتين الضحى مع الذكر ده من الفجر الحد بعد الشروق كده ايه كتبت لكم كأجر حجة وعمرة تامة كعمرة وحج نافلة بفضل الله سبحانه وتعالى طب الركعتين التانين من الضحى ايه فيدتهم فيدتهم أولا هو يطاع لله سبحانه وتعالى واتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجة تانية كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه التبراني في الأوسط بإسناد حسن قال من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا اللي هي سنة الظهر القبلية إيه اللي يحصل بنا الله له بيت بيتا في الجنة بنا الله له بيتا في الجنة ما شاء الله هنصلى الضحى أربعة ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم لما ليجي عند الظهر بقى هنصلي إحنا طبعا مش نقود لحد الظهر أنا أقول لما يجي وقت الظهر يعني هنصلي قبل الظهر أربع ركعت سنة سمعنا الأذان قمنا صلينا أربع ركعت سنة ركعتين ونسلم ركعتين ونسلم ألف مبروك أربع ركعت ضحى مع أربع ركعت سنة الظهر يدبني لحضراتكم بيت في الجنة عشان كده قلتلكم دل أغلى ساعتين هيحددوا مصركم في الدنيا والآخرة ساعة تحقيق الأمنيات وساعة تحقيق الخيرات والفوز بالدنيا والآخرة الساعة اللي قبل الفجر والساعة اللي بعد الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى هي الساعة التي يكون فيها ذكر الرحمن وقراءة الكرآن ثم صلاة الضحى كده أجر حجة وعمرة خلينا الضحى أربعة وقبل الظهر أربعة كده تبنلنا كمان بيت في الجنة يبقى ضمنتم خير الدنيا والآخرة بالساعتين دولة عشان كده ورب الكعبة العنوان في محله ساعتين يتحدد عليهم مصركم في الدنيا والآخرة بالله عليكم لا تغفروا عن تلك الساعتين ساعتين فعلا يستحقكم أنتم تغيروا كل يعني كل حياتكم كلها تغيروها وتغيروا موعيد حياتكم كلها عشان دولة أكتر ساعتين بفضل الله هيتحقق فيها أمنياتكم في الدنيا والآخرة وتفوزوا فيها بالدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته